عذب بطريقة بشعة إلى أن فارق الحياة أمير اعتقل من بيته على يد قوة أمنية الحكومية في مدينة الصدر ببغداد وبعد أيام من اعتقاله تم تبليغ عائلته بوفاته أثار التعذيب صادم الذويه عند رؤية جثته والرواية الكاملة للحادثة بحسب قولهم هو يتاجر بالسلاح المسدس الصوتي يعني حتى لا عنده سلاح ثقيل ولا متفجرات اجت قوة أمنية بالليل والقت القبض عليه هسا القبض عليه كذنب ماكو مشكلة عدة مشكلة أخذو لي أنه يتاجر بشغلة ممنوعة عادي لكن أن يقتل لا أمام مرفوض هذا لأنه أنت أمام الحقك تكتله قتله جابونا وراء أسبوع عشر تيام خبرونا قالوا تقو بطب العدلي وشفنا آثار التعذيب لما رحنا شفنا معذبينا مكسرين دي ناتلينا من هاي الصفحة وناتلينا من هاي الصفحة ويعني شون المخنوق يا أما خانقينة يا أما يعني ما أعرف لماذا عذب وبهذه الطريقة المرعبة تتساءل عائلة أمير بحثا عن الأسباب التي دفعت الجهة الأمنية لفعل ذلك وفق حديثهم دعوة قضائية رفعتها العائلة وتطالب بأخذ حق ابنهم ممن عذبه ولم يحاسبه وفق القانون إن كان مذنب عودة جرائم الوفاة بالتعذيب إن صحت مؤشر مقلق على انتهاكات جديدة لحقوق الإنسان وفق مختصين ويبقى حق الرد في قضية وفاة أمير مكفولا للجميع من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير ترجمة نانسي قنقر